رحمة رياض طرزق بمولودتها الأولى إليكم تفاصيل الخبر ولكن فضلا قبل ذلك الاشتراك بالقناة أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض عن ولادة ابنتها الأولى عالية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السلساء وشاركت رحمة متابعيها بصورة ليد ابنتها الصغيرة ويتمسك بها مع زوجها أليكسندر علوم وأرفقتها بتعليق قالت فيه الحمد لله رزقت بمولودتي عالية اللهم بارك لي فيها واجعلها من موليد السعادة وطلقت رحمة العديد من التهاني والتبريقات من جمهورها وزملائها الفنانين متمنيين لها ولابنتها الصحة والسعادة وكتب من اسطنبول باللغة الأجنبية ما معناه علي ملاكونا صغير قد وصل أخيرا الحمد لله وتفعل الجمهور والنجوم بشكل واسع مع الخبر وتمنوا لرحمة رياض وزوجها أليكسندر ومولودتهما دوام الصحة والسعادة واللافت أن رحمة رياض كانت أعلنت مرارا أنها ترفض التعرف على جنس جنينها الأول ولم تسمح لأي من المقربين منها في أن يفصح عن تلك المعلومة لها حيث كانت ترغب في أن يكون الأمر مفاجأة كاملة ويذكر أن رحمة رياض كانت قد أعلنت عن حملها للمرة الأولى قبل سلاسة أشهر تقريبا حيث كانت حينها في الشر السادس وقد اختارت أن تشارك الجمهور النبأ السعيد بعدما تطمئن على صحة وصحة الجنين لا سيما أنها كانت قد تعرضت للإيجاد قبلها بفترة حيث تزوجت من أليكسندر علوم قبل نحو سلاسة سنوات ترجمة نانسي قنقر